وبداية هذه القرارات صادر قبل قليل عن لجنة اليقظة الاقتصادية حول عملية الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتدررة من فيروس كورونا وسمحوا لي المشاهدين الكرام غد نتحدث بالعامية الآن لتبسيط الأمور البلاغ الخاص بهذه العملية الدعم جافيه أن هذه العملية ستكون عبر مرحلتين المرحلة الأولى الأسر التي تستفيد من خدمة راميد وستحدد هذه المساعدة المالية على النحو التالي أولاً عام 800 درهم أو 16 الفريال للأسر المكونة من فردين أو أقل ثانياً 1000 درهم أو 20 الفريال للأسر المكونة من 3 إلى 4 أفراد ثالثاً 1200 درهم أو 24 الفريال للأسر التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص وجب على رب الأسر ليستفيد من خدمة راميد إرسال رقم بطاقة راميد الخاصة به عن طريق رسالة قصيرة من هاتفه المحمول من البرطاب ديالو إلى الرقم التالي 12-12 ويمكن الاتصال بهذا الرقم لتقديم المساعدة الأسر وكذا الرد على مختلف الشكاية وفي هذه الفترة المتضامنة التي تعرفتها بها كبيرة فإن أي تصريح تلقائي لا أساس له من الصحة سيتعرض صاحبه لمتابعات قضائية المرحلة الثانية التي تكون من خلال الأسر التي لا تستفيد من خدمة راميد والتي تعمل في القطاع غير المهيكل ولتوقفات عن العمل بسبب الحجر الصحي هذا الأسر سيتم منحها نفس المبالغ المذكورة سابقا والإشارة فقط أن هناك منصة إلكترونية مخصصة لوضع تصريحات سيعلن على انطلاقها في الأيام المقبلة وهذه المخصصات المالية سيتم توفيرها من صندوق تدبير جائحة كورونا والذي أحدثه جلالة الملك محمد السادس اشتركوا في القناة